صيف مقبل بدرجات حرارة فيها زيادة أحمال كهرباء وحرائق تتكرر لها بالمرصاد وفرق إطفاء وطاقة وفق شراكة بعقد فيه إمضاء لوزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء لمزيد تعاون وتنسيق وضعنا هذا البروتوكول اللي من خلاله حقيقة نضمن أن هناك علاقة تكاملية بيننا وبين إدارة العامة للإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله بأن تكون كل الفرق هي تعرف ما هو المطلوب منها وبالتالي نقلل من الفترة الزمنية المطلوب تواجد فرقنا فيها ومثل ما ذكروا الإخوان في إدارة العامة للإطفاء دائما هم موجودين في الموقع ما يقدرون يتحركون إلا بوجود الفرق التابعة لوزارة الكهرباء والماء لضمان السيطرة على سواء تشغيل التيار الكهربائي أو قطعه على حسب الحالة اللي هم متواجدين فيها تكامل في العمل وتقسيم للأدوار لمواجهة لهيب نار ودخان حرائق وخطر كهرباء تزداد أحملا وتتضاعف معها الجهود لحماية أرواح والحفاظ على ممتلكات علاقتنا مع وزارة الكهرباء والماء علاقة ملاصقة وهم من الجهات التي تتحرك بصفة دورية مع سيارات الإنقاذ عندما تتوجه إلى أي حريق فوجود تنسيق وتعاون وتفاهم من خلال آلية واضحة ملزمة للطرفين تضمن سيطرة رجال الأطفاء على الحريق عقد بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء فيه من البلود الكثيرة والواجبات العديدة للمضي قدما نحو شراكة حكومية تحقق أهدافا وطنية وتتصدى لحرائق وحماية مواطن ومقيم أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس